يعني قد يكون احتمال انه يكون مع غير ضيفة غير حدا من ضيوفنا يمكن ما نلحق نعطي الفكرة حقه بس مع دكتورة ثواب الغبرة اخصائيات التغذية اللطيفة والمحترفة اكيد 100% رح نلحق اهلا وسهلا بحضرتك ويسعد لي صباحك والله المحترف هو انت دخيل قلبك شا اخبارك ان شاء الله تمام والله تمام زيادة الوزن في الشتاء ما في غيره والموضوع اهلا شدنا نعمل اروح في اللي فين اروح لوين نهرب شلون اوهي عالصيف اوهي عالصيف ماهنا بالنسبة لقليل محبي صيفية مااني ابدا شاتوية انا بحب البرد بصراحة بنوب وحسن احنا مجاهزين كمان دكتورة ثواب يعني ظروفنا ماخرج عالد الفول ايه طبع انه شي ميني وكذا انه مو عنا حبيبي كل شي بتعطل عنا الا الاكل هاي المشكلة بشتوية ما عنا طريقة لا ندفع غيرها ناكل بس كيف ممكن عجاد نضبط الوزن بالشتاء وليش بتصير اصلا زيادة هالوزن بغض النظر عن ظروفنا ان احنا كسوريين هلا في كتير قصاص هلا افضع هي نقص بيتمين دار هلا بشها ما نفوت فورا بالمعلمات والعلمية وهيك هلا اذا ما عرفت انا ناقصنا وزني بالشتاء المهم ما يزيد يعني هي اهم نقطة يعني لا يستقنين لواحد بهالفكرة لانه كل انسان كل سنة بيقدر باستقلابه بيرجع شوي لورا شي بسيط بينحق شوي والحالفية اللي بتنقيت بتعبي سطل احيانا فهمت عليك يعني الاستقلاب بيصير ابطأ كل ما نحنا كبرنا بالعمر شي طبيعي ايه اوكي فإذا انت بتكون انجزت إذا انت طلعت من الشتوية بسلام مع نقص بيتمين دار وبهالاكل اللي هو سيء شوي نوعيته صايرة جودة ونفدت بريشك بنفس الوزن شي كتير ممتاز يعني انا ما نعرف نزل لا فيه بس يعني يعني كمان انجاز يعني حلو علامة الوسط يعني اذا نجحت يعني احيانا كمان لازم يتسفأ تمام انا ممكن ما اتحسن بس ياربي ما اتراجع يعني هذا هو المهم هي الدب شتوية انا ريالات تشتغل بالشتوية ضبط يعني ضبط الوزن نقص بيتمين دار من اهم المعلومة الاشياء اللي بتخلينا ينقص يزعفون يزيد الوزن وزيادة الرطوبة والجو البرد فورا نقص بيتمين دار فورا بيضرب الاستقلاب الشي التاني الحاجة للسكر بتصير اعلى شوي بالشتوية ليش؟ لانه الكالورية عنا يا مستعمل مستعودين من عمرنا وقت صار بعد ست شهور من حليب ابنا ما تعطونا الغذاء هو السكر فهو جسمنا متأقلم على نوعية الطاقة تبعنا ولو انه هي مظهوط سيئة هي هي الكلوكوز فهي هالفكرة هي انه انا انت واتتعودي من عمر ست شهور انه طاقتك هي الكلوكوز تمام فبيصير اي نقص معين ممكن ننزع مزاجك نزع الشيء فورا بيفترس الانسابة يعني نحن عمليا لانه تعودنا لانه عودونا اهلنا بعد ست شهور على يلا عمليلا بسكوتة يلا عمليلا شاكزة بالصحان يلا سريلاك هاي شغلات طيبة كتير صراحة عمليا نحن عودنا نحن نعود صغارنا ما ياخدوا السكر على بكير دكتورا؟ هو ما بيعرفو ليش ياخدو على بكي ولا بيطلبوه نحن منعودونا عليه من خليونا يضمنو عليه على فكرة نحن مو من أن نطبق أنظمة كيتو نزع السكر من الجسم مثل عم ينزع المورفين من الدم يا ويلي على مزاهج على هاي على طالع نازي واحدة قاتت يا بشرام الله جوزي عم يطبق كيتو كلمالي نبيق نعيب لك هو شو الكيتو الكيتو زيرو زيرو شقر زيرو شقر زيرو كاربو أوكي بس هاي فات هاي يعني كل شي دسم ايه بس هو زيرو شقر يعني حتى شقفة خبزة بسمح لك فهلأ نحن وين منحسن هدول شفناها هي على أرض الواقع يعني هي ما كنا منتبهين لها وقت ما درجة موضة الكيتو والميتو والهدول الأصاص بس طلعت وقت طلعت الكيتو تصرنا نشوف قديش السكر هو حاجة فضيعة للجسم حاجة مزاج حاجة دمان مو حاجة هي حاجة صاح نعم حاجة يعني شي اسمه حاجة شهوة بطن حتى يدرب المزاج انه هو هذا هو بياخده من عنده هلأ مشان نكون انحنا نفوت بالموضوع ونعطي مفيد ويلا يا زينمي لا بدكت دمتك كيف تحافظ عوزناك كيف تنحف كمان يعني موناك مركي الناس كتير كتير شاطرين طط انتهى يعني فيه شغلتين ثلاثة مدى ما بعد السبعة المساة ما فيه قطعة خبز بتفوت على تمك بس انا مالي اني شريسة مع مراجع بحيس انه بكون انه ما في عنده سكر بنهائيا لا غلط هذا الحقيق بس الفكرة الاساسية انه انت بدك تبلش تحسن استقلابك فيه كم شغلة بنحط لك ياه الصباح وفيه كم شغلة بنمنعك ياه المساة وبننا نعمل لك كلمة بأي كمية حتى تريح نفسي ذاك شوي يعني مسموح بس بنتحكم بالكميات ايه بس فيه شغلات يفتح فيها بأي كمية اه اه هلأ فيه شغلات نوعيا معينة من المكسرات بتعطي شبع فضيع وتعطي استقلاب فضيع اوكي واذا شلون انت اخدت قطعة حلو شلون تخفف جريمتها شريمتها كيف عطينا شي سر يلا شوف رأيك نرتب لهم افكار ونفوتناهم جملا يلا تفضل انا متلقي عم بسمعك انه ايه امتا دكتوريسة بدا تبلش ترتبنا رتبينا الشتوية ايه الصبح كنا نحط مي وليمون صح ولا لا بعد الفطور وتفاحة ولا هاي وفنجان قودك وهيك بعد ما نخلصت وقعد بدوامك فيه عندها تمج شوي مي فاترة مع ليمون هاي تنحط عليها عود ارفة بتنشط الاستقلاب الصباحي جدا وبتمنع تراكم الدهون في هذا اليوم يا سلام والارتب تعطي دفة بحس تعطي دفة بتعطي هيك احساس مزاج حلو يعني سبحان الله بتحطي هي بس يعني للناس اللي هي كتير توترة حادز زريفة يعني كمان ماشي حامي بتزيد توتر؟ لا لا بس يعني هي حامية حامية بالشدة تمام هاي بتعمل انه هذا اليوم ممنوع يلزأ فيني اي خلية اضافية دهنية زايدة حالو بغض النظر مو يعني انه هذا الحكي قاعدة عامية طبعا نحنا ننتبه للتوتال كالوري اللي بجسم بس يعني نوعا ما زي يومي عادي ما في شيء قطايف ومدلوء المساء يعني لا بيمر بسلام ماشي ممتاز هلا منيشي للقاعدة التانية انت بالغدا حاول يوم اي يوم لا بالشتوية تاكل شيء من منتجات البيض ما عاد فينا نحكي تونة لانه التونة صايرة عم يولولوا علينا فيها بس الفكرة البيض ممكن تمام هذا البيض بيعطي مادة اسم الكولين هاي مادة بتدوب الخلايا الدهنية اللي ممكن هي تهاجمك بهذا اليوم وحتى بتدوب الخلايا الدهنية اللي هي هاجمتك قبل يعني بتنزل ونفس الوقت بتمنعت هاي بيض مقلي بيض مسلوق بيض عيون مع جزمز مثل مع لحمة مع بندورة اربع خمس بيضات خد راحتك فيهم لوم اي يوم لا عالغدا اي اوكي وزا عندك طفل عمين مو وعندك ياهي الوصفة كتير رائعة تمام يعني كتير بيحسن الزاكرة المخ البيض حسرا يعني في ناس بتتدايق منه اي اذا تدايقيت جبنة بس بطريقة حلوة يعني في فيه سلطات جبنة كتير تمام سلطة اليونانية ما بعرف شو اللي وصاصة اي المهم اللي بيهمني امره اني انا البيض اقوى من الجبنة يعني انتي اصدك بيض ومنتجاته بس ومنتجاته بس عالغدا مجموعته اي عالغدا بس مثلا ممكن دجاج ممكن هلا الدجاج على عيني وراسي انا ما عم بقدر اعمل لك برنامج الدجاج بنحف بس بده على مراحل يعني البيض قوي بنفس اليوم احنا من احد المنتجات يمنسخ الاسلحة الفتاك الى تنزيل الوزن البيض بس فيه ناس برجع بقالك فعلا ما بيقدروا يهضموا البيض ما بتحبه ما هو تحبه ما بتحبه ما بتهضمه ما فيه عنده حصارة صفراوية تهضمه اه اكي فالفكرة انه ما قدرت جبن الجبنة الجبنة كويسة يعني طيب الجبنة اللي بالممكن نقول هي اخف بالحريرات او بالفات اللي فيها دكتورة ثوابشو ما كتير انا كتير كتير معجبة بالشي اسمه لوفات وهاي انا معجبة بالشي اللي قليل ملح شوي بالجبنة اه اوكي انا انسان كتير بكره هالشي منزوع الدسم اها لكان لانه بروح فيتامين دال وهلا عم نحكي علينا احنا لفيتامين دال اه ما بحبانا هيك فيه ناس بتقليك الشلال اخفهم ايه بس مش عنا يسلبوا مصريون للعالم هلا عفوان تبعا اللوفات والحايفات والوزاوت فات من الجبنة البلديات اللي هنا خلص جبنة بلدي شلال منقعة بميتة ورايح ملحة شوي كمان الملح اخو السكر يعني منندير بالنا شو بدنا احلى من هيك بتقليك لا لوفات اعطيني جبنة نظامية هاي طيبة هاي اللي بتتسخن وكذا وبتنغلوش شطي مطيوب ايه بس هي بده سموني انا مع الخبز مالي صحبا يعني ماشي الحال مالي لوطي فاعطو بس ناخد جبنة مع الخبز لا لا فيكي على الغداء ايه لا لا ايه على الغداء ايه بس احيانا انا بعشي العالم جبنة واخيار من دون خبز بس الاخيار مضابط فلزلك انا بحطوها اللي على الغداء مشان ما يحتجوا طيب اتغدينا ومشي الحال شاء الله صحي على قلبك يا رفو وصلنا للعصر او للمغرب للعشا شو الترتيب بقى اسا لسا طولي بالك ايه في عصريات عنا احسن مشروب للحرق بالشته هو الكاكاوب عواضي القهوة بعد الغداء يا سلام الكاكاو ايه والولاد بيحبوه مع سكر وبيحسن مزاج وبيخلي الولد يركز بوظايفه منتاز الكاكاو احسن ثلاثة بواحد تسعة بواحد تمام وبيعطي دفا الكاكاو كتير كتير وبيعمل تركيز وحتى اذا نحنا معودين ولادنا عن نسكافي صباحا كمان الكاكاو سيدون يا سلام ايه كاكاو كتير رائع الميلو والهدول الكاكاو انا كتير بعطي علامة اعلم للقهوة تمام يعني انا قدي بحب فيك هالقصة انو انتي بتعاملي حمية غزائية وترتيب غزائي مع الناس بس بنفس اللي بتحافظ يا مزاجون ما بيجي وقتهم يتمرد بدي قللك ايه على المزاج عن جد ما ما بكنت عملونا حلقة نحنا كل يوم على المزاج تبتحسن المزاج للعشر ونسك اليوم يعني هذا امشي المزاج صراحة طبعا كل شي اذا كنتي رائع ابتعاملي احلى دكا انتوجيتك اعلى حتى تنحفي احلى هيك وكل شي كل شي بسبب طيب خلصنا كاسة هالكاكاو الطيبة بعده يه بعده في شي اسم قواعد المشي بقى يعني الواحد يتلحلح شوي يعني حتى هلا هاي فترة النواصان تبع بلا هلا الا الطيلولة الميلولة والهي يعني الحركة شو في ما عمقول هروح سجل نادي وروح حميل بس بجامتك بالمطر والسأسة او خلقه ما صدقنا فتنا على بيتنا بعد اشغالنا بس في حركات بسيطة ممكن مثلا نحنا نحطها مثلا عصايا صغيرة في ظهرنا نبلش نعمل التويست نعمل مثلا شي عركات على الكنباية في كتير هلا باليوتيوب عم يحطوا حركات والله رائعة للظهر تمام رائعة جدا عفكرة انا كتير بشجع انه كمان يعني من محطتكم انه الواحد يعني يخلق شي ببيته كتير حلو بالحركة مو ضروري انه اطلع تمشي مو ضروري يجيب تريد ميل عندي عالبيت وحطه كركبة بخلقتي وصير منشرة غسيل بعد يومين يعني في شغلات ممكن اني حتى اصايد اشاطة صغيرة افضهري بلش اعمل قوام لضهري تمام يعني حركتين ثلاثة مدما رفعت زاوية الظهر راح تزاوية البطن نحن زوايا البطن كلها طبعا مو بس من الاكل والشرب نحن من زاوية الظهر طبعا من الاعداء والهجوم على الموبايل والهجوم على اللابتو عجد طيب عملنا هاي السبور شوي تحركنا شوي حركة بركة بعدين يعني هلأ في شي اسمه هلأ بقى نيجي نقول هلأ قواعد الامتناء هلأ بقى شيء في مخبوزات ما بديها ابدا يعني محطوط خميرة وطحين بسكوتة كعكة كروسانة هاي عمل خبز تنسوه بعد الستة او السبعة المصر بس نلأ خير نلأ خير هلأ وقت بانتسى الخبز بانتسى الخبز بيصير الجسم بيفور كمان هلأ بحب الوجبة تلعشها على البروتينات هلأ في ناس بتقولك البردقاني هاي في ناس عندها مشكلة تكونوا في ناس إذا قضر هلأ شوي شوي فينا نحكي إنه شوي رخص الموز إذا قطعت موزة مع بردقاني كتير رائعة على بطن مسطح شغلة كتير رائعة مو لأنه هي بترفع الحرق إطلاقا لا لأن كلها ألياف تغسل الأمعاء غسل قبل النوم تمام في شي للولاد أنا بحبهوا كمان كمثل ما أنا اللبنة والزيتون بدون خبز يعني نعود ولادنا عن الزيتون تتنك بالهاية بدون خبز رائعة جدا لهرمون النوم ما حطيت سكر وحطيت شي بروتيني وحفزت الكروس هرمون بالليل يعني أنت دكتورة ثواب يعني ضد الخبز إطلاقا ليلا حتى لنخالي لا نخالي ولا أشأر ولا أسمر ولا أبرص إذا بدك ولا شي ولا من الناس الأبدا معجبة بالخبز تمام ولا خبز شوفان ولا خبز ريان ولا يعني أنا هذا ولا شو من كان الخبز ليلا متعب هضمنت متعب يا جماعة يعني الفكرة الأساسية إذا عرفت تطبق هاي القاعدة بحياتك ما عم بحرماك منه أنا عم بصيبك عنه ساعات معينة تمام يعني يجيبوا جيبوا الصبح يجيبوا الظهور بالليل حل عن كولونك ريف يعني كمان له حق هذا الزلم يعني يرتاح شوي تمام طيب أكلات شتوية إذا بننختم بداية وحدهم بعد إذنك أنا آسفة مشان الوقت لو تعطينا هيكة واحد اثنين ثلاثة أكلات بترفع طاقة الجسم بتزيد من دفع الجسم صراحة وما بتنصحه بتزيد وزن خمس جوزات عديتهم ها خمسة لا تطلع عنهم وفيك تضل هيك من الوحدة للخمسة خمس جوزات بتعطي رائعة طاقة وبتعطي حرق عالي حلو لأنه هاي خمس جوزات قبل اللي بياكل كميات عالية ثلاث جوزات قبل الوجبة ممكن تخلي لو وجبته تنزل للثلث أوكي عرفتوا كيف عليها هاي كتير حلوة أنا بحبها كمان عندك مشروب الزنجبيل والقرفة وبيعملوه شوي مع جوز الهند أحيانا هاي بيعملوه اسمه المغلي ما بعرف شو مغلي رائع جدا هذا شتاء ورائع جدا لوحدة ولدت يا لطيف شو بيروح الشي اللي كل شي اسمه شحوم دموية بجسم تمام بيعطي طاقة ودفة وبيعطي كمان شبع حلو الشغلات اللي انت بوقت جسمك بيطلب لسكر فورا فورا أخدتها للوجبة السكرية مع السريع نروح مناخد شوية تخله مي تكسر سم السكر داخل جسم المادة النشوية أخدت صحن بطاطا فورا مي وخل كسرها كسرها فورا الفكرة الثانية أي شيء ساخن يوجد فيه بعض الأمور مثل القرفة أو الزنجبيل أو شرائح الليمون تمام وفيه عنا مشروب هو ما له هو منتشر ببلادنا بس هو منتشر بالهند هو مشروب المغلي الكركم مع شوي الفلفل الأحمر هذا رهيب هذا بيطلع البوخار من أدنيك بس هذا للتسريح الدهن داخل جسمك بيطلع كموني ولا أحمر بيطلع المشروب كركم وفلفل الحمر هلأ الكركم أورانج أورانج وهيك يعني بس هذا مشروب للمفاصل رهيب كمان آآ كركم وفلفل الحمر بينشق بفوت الدورة الدموية على المفصل المخنوق خنق تمام حتى يفتح المخ كمان يا سلام إجباري من بس هو شوي في أدخل يعني إش طبيعي فحقيقة أنت يعطينا هيك أشياء موجودة بالبيت بسمبل لازم يكون سمبل لازم هلأ حلولنا كلها تكون سمبل ضمن المستطع وما حدا يصعب على الثاني شيء هاليا بكل شيء والله مو بس بالحينية الغذائية برك يا أب العالمين اللي يكون بالعون يا رب ويتلطف ويرحمنا ويغفر لنا رب العالمين ويجازي صبرنا خير إن شاء الله يا رب شكرا كتير ممنونين تلبيتك دعوتنا كتير مبسوطة وأنا كمان يا حياتي وأنت بيتك ومطرحك هون دكتور تغيير المزاجة نخيل قلبك يسعد لي صباحك أهلا وسهلا فيك دائما الله يبارك فيك شكرا يا ميت ترجمة نانسي قنقر